بخطوات متتابعة تمضي الأمور في إيران نحو مزيد من التوتر والتعقيد فالتظاهرات دخلت أسبوعها الثاني رغم القبضة الأمنية التي وجهت بها مسفرة عن سقوط أكثر من 20 قتيلا ومئات الجرحى والمعتقلين بحسب إحصاءات حكومية رسمية تطورات دفعت الأمم المتحدة إلى مطالبة السلطات الإيرانية باحترام حقوق التجمع السلمي وحرية التعبير بينما أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن على حكومة طهران الكف عن الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المحتجين ورغم تنوع الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذه التظاهرات ما بين اقتصادية وسياسية إلى أن انتشار التظاهر على اتساع الخارطة الإيرانية بدى موحيا بأن ثم تعاملا مشتركا يجمع بين المتظاهرين رغم اختلافاتهم العرقية والمذهبية الأمر الذي يمنح الاحتجاج زخما شعبيا لم يجد الرئيس حسن روحاني معه بدا من الاعتراف بأحقية المتظاهرين في المطالبة بحقوقهم وإن اتهم بعضهم بإثارة الشغب ألفت أن المحتجين في شوارع المدن الإيرانية يرفعون إلى جانب مطالبهم الاقتصادية شعارات تتعلق بسياسات طهران الخارجية لسيما تدخلها العسكري في سوريا ودعمها لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية فالمحتجون يرون ذلك التدخل وهذا الدعم استنزافا لموارد إيران وخصما من الدخل المالي لمواطنيها ما يشي ربما بتراجع نسبي في سياسات إيران التوسعية في المنطقة إذا نجح المتظاهرون في الضغط على النظام الحاكم غير أن محللين يرون في الاحتجاجات الحالية إرهاصا لثورة جديدة ربما تنهي عقودا من حكم نظام الولي الفقه في إيران وتنهي معها حقبة شهدة الكثير من الحروب وانعدام الاستقرار في بعض الدول العربية بسبب تمدد النفوذ الإيراني أو دعم طهران لأنظمة حكم استبدادية لأسباب طائفية فهل تتحول الاحتجاجات فعلا إلى ثورة؟ ترجمة نانسي قنقر